موسيقى 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 واخضوا وقفات بالمليونيات عشان تبقى الأشياء علنية ما تفسيرك لهذه الموضة هذه الأيام في الواقع هيا موضة فعلا ولكن يعني انت أثرت نقطة كتيرة جدا جدا لدرجة الواحد مش عارف يحدد النقطة الأهم فيهم فيهم ولكن نقدر نبقى نبقى من حق المعلومات ده حق دستوري تعرف كل الدستير حق المعلومات ده في الزروف العادية بدون سورات ولا حاجة خالص كل إنسان عنده حق في الحصول على المعلومات هل نحن عائدون إلى عصر حسن مبارك بطريقة أخرى؟ أنت تقريباً أريد أفكاري وأنا بقول لسعادتك كلمة السر الأول في الرد على كل ما طرحته من أسئلة هي سياسة فرض الأمر الواقع فبالتالي اللي بيحصل بعد تخلي المخلوع حتى هذه اللحظة هو فرض الأمر الواقع يعني الناس ممكن تشوفوا من تفاصيل كتيرة جداً فتستغرق فيها ومتشوفش الصورة بالكامل لكن لو حلقت فوق الصورة من الخارج هتلاقي إن فيه ناس بتدير البلد أو مفروض إنها قيادة سياسية للبلد في هذه المرحلة المفروض إنها موجودة في هذا الموقع بناء على الصورة وباسم الصورة ولكنك تجد على الجانب الآخر حامل رسالة الصورة يتزمرون أو ما أنا صح تغضبهم دائماً قرارات هؤلاء الذين يحكمون باسم الصورة ده يعني المشهد العام دون تفاصيل من يدير باسم الصورة يغضب أصحاب الصورة في قرارات وفي غيره في الواقع يبدو أن الأمر يكرر نفسه وأن أخطاء الماضي لا تبارح الحاضر فيبدو أنه كتالوج واحد للتفكير والتعاطي مع السياسة في مصر يعود إليه أي فرض ينتمي إلى عصر ما قبل 25 يناير سواء كان هذا حقيقي أم لا ولكن هذا الموقف المعلن فإذا كان الموقف المعلن ضد أو معه فهو يركن دائماً إذا ما عنا إليه أن يأخذ قراراً فهو يركن دائماً إلى نفس الكتالوج وهو مثلاً جزء من تطبيقاته منع النشر منع النشر يصطدم بحق ديستوري في الأحوال العادية وهو الحق في المعلومات زي ما قلنا ولكن منع النشر في أعقاب صورة أثناء محاكمة المجرمون الذين خلعتهم هذه الصورة وأنزلتهم عن عرشهم ورمت بهم في السجون فده تعتبر خطيئة ضد الصورة نفسه كيف تحكم باسم الصورة ثم تغيب ما يجري في هذه المحاكم الخاصة بلذين اقتصبوا أموال هذا الشعب وقتلوا أولاده ثم أصابوه بأمراض عضار تفشت في هذا الشعب تخفي حقائق هذه المحاكمة عن الشعب الذي أطاح بهؤلاء هي فكرة وصاية تختبئ في خلفية هذا الموضوع وكأن هذا الشعب ما زال يحبو وسيزال يحبو وهذه تصريحات لبعض السياسيين القدماء الذي يقبع بعضهم في السجون ومنهم رئيس الوزراء السابق الذي تباهى في أمريكا للرده على عدم نشر الديمقراطية في مصر حتى الآن من سؤال أحد الصحفيين فأجابه بأن الشعب المصري ليس مستعدا أو ليس جاهزا وليس لديه ثقافة الديمقراطية وكأن هذا الشعب مكتوب عليه أن يجد دائما من يدعي أنه أباه ثم يتصرف وكأنه وصي علىه وكأن هؤلاء الذين يمعنون في استفزاز هذا الشعب يسرون على أن يثبت لهم أنه قادر على تفعيل إرادته سواء كانت في ساحات السياسة أو ساحات الثورة شكرا لشبك التقي شكرا لحياتي شكرا للمشاهدة